الدهشة والحيرة ترتسم على وجوه الأمريكيين وعقولهم إزاء السلوك الذي ينتهجه رئيسهم دونالد ترامب والتخبط الذي تعيشه إدارته داخليا وخارجيا مع العودة مجددا إلى مربع الإقالات التي طالت هذه المرة مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يعد كبير صقور البيت الأبيض كانت متوقعة تلك المغادرة لكن ترامب اختار التوقيت والأسلوب الذي يريد ليحولها من استقالة إلى إيقاله من خروج آن أوانه إلى طرد طبخته وضعت على النار منذ أشهر منذ أن بدأ التضارب بين الرجلين يتبلور مع قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ في سنغافورة ثم أخذ يكبر مع مماطلة الرئيس بتطبيق عقوبات الكونغرس الأخيرة ضد موسكو بعدها أخذ جرعة من الزخم مع التراجع عن توجيه ضربة لإيران كرد على إسقاط الطائرة الأمريكية البسيرة قرب مضيق هرموز منذ ذلك الوقت لوحظ أن البيت الأبيض بدأ في تهميش بولتون وخلال الحديث وتوالي الإشارات عن احتمال حصول لقائم بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني غاب أو جرى تغيب بولتون عن الصورة وبقي الأمر كذلك إلى أن ظهرت تصدع أكثر مع دعوة حركة طالبان الأفغانية إلى كامب ديفيد وكان ذلك بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير قواسم مشتركها ما جمعت بين ترامب وبولتون فكلاهما يرفض التحالفات والاتفاقيات الدولية ويدين بالتفرد الأمريكي وكلاهما متمرد على الصيغة التشاورية في صياغة القرار لكن ذلك لم يشفع لديمومة العلاقة لأن كلاهما يعزف على واتر مختلف ترامب يستخدم التصعيد لعقد الصفقات وبولتون يدفع باتجاه ترجمة التهويل إلى واقع منطلقا من إيمانه بلغة العصى وسيلة لحسم الخصومات بعيدا عن لغة الدبلوماسية وسياسة التسوية فقط أربعة وزراء احتفظوا حتى الآن بمناصبهم مع ترامب فالإقالة أو الاستقالة نهاية تكرت مع 36 من كبار المسؤولين عدا عن عشرات آخرين من الصف الثاني والثالث الذين غادروا لأن ترامب لم يكن راضيا عن ولائهم له وهو شرطون يعلق عليه أهمية بالغة وكان وراء القسم الأكبر من موجة الهجرة والتهجير التي تسببت بشواغر كثيرة في إدارته وتدار اليوم بالوكالة كوزارة الأمن الداخلي ومديرية الاستخبارات الوطنية بولتون أضحى ثالث مستشار أمن قومي قيله ترامب في مسلسل فوضوي متواصل مع إدارته حتى بات السؤال الذي يطرحه الجميع من هو المرشح الجديد للإقالة؟ ترجمة نانسي قنقر